كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مبارح كان في جولة مهمة في الفرع النادي في الشيخ زايد رفق يمكنك دكتور سعد شلب المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للمجلس واللوى ناصر أبو زيد مدير فرع الشيخ زايد واللوى يحيى أبوزة مدير الأمن والشركة المنفذة للمشروعات للوقوف على كل المشروعات اللي بتتم في تدعيم البناء التحتية وتطوير منشآت النادي لخدمة الأعضاء وده طبعا كان بعد افتتاح حديقة جديدة لأعضاء النادي في الشيخ زايد عملا على توسيع الطاقة الاستيعابية للمقر والسماح للأعضاء لأكبر عدد بقضاء أوقاتهم في النادي خاصة أنه الحديقة الجديدة مزودة بشاشة عرض كبيرة لخدمة الأعضاء وجلوسهم الكابت الخطيب كمان المهندس سامح على الكامل قال أن منطقة جلوس الأعضاء اللي تم الانتهاء منها وافتتاحها بشكل رسمي بتضم شاشة عملاقة على أعلى مستوى وتعد إضافة جيدة على المستوى الخدمي للأعضاء الأهلي وقال أنه في مخطط إنشائي لربط عدة مناطق داخل الفرق وقال أن اتخاذ خطوات جديدة في ملف حمام السباحة في الشيخ زايد هيتم طرح الأعمال الخاصة بالحمام الأسبوع اللي جاي للبدء فيه تنفيذه وأخزم في الاعتبار الالتزام بالخطط الزمنية المحددة لكل المشروعات وديكم شايفين ما شاء الله فرع الشيخ زايد يمكن على المستوى الملاعب وعلى مستوى الحدائق وكل حتى ملاعب الأعضاء وأبناء الأعضاء المسألة فيها توسعات كبيرة ما شو أنت التحدي الإداري بيتبثل أنك بتسير في جميع الالتزامات دون أن يطغى التزام على الآخر وأنت تسير في التزام الكروي لا تنسى الالتزام الرياضي بصير الألعاب وأنت تسير في هذا الالتزام الرياضي لا تنسى الالتزام الإنشائي وأنت في سبيل تحقيق كل هذا لا تنسى كيف تطور من مواردك وتضيف إليها يوم البعد أو الموجود الخارق الذي يفزل جاي مرضوده حتى الآن علينا أن نساند كل هذه الخطوات وإننا نتفهمها وإحنا عملنا موسم أنا مساميه سيد المواسم يا رب نعلي عليه وده يعني تحدي ولو تعلمونا شديد الصعوبة والقصوة فيما هو قادم كمان يمكن زيارة الكابتن الخطيب للشيخ زايد مبارح كان بعد زيارة مهمة أخرى زار فيها كابتن الخطيب الأكاديمية البحرية في الإسكندرية ودي مسألة مهمة جدا لمزيد من تدعيم الدور الثقافي للنادي كان الأهلي قبل كده عمل بروتوكول مع الجامعة الكندية ثم جات زيارة الكابتن الخطيب للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر في الإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الأهلي والأكاديمية والاستفادة من إمكاناتها وملعبها ومنشآتها الرياضية والمرشحة لاستضافة معسكر الإعداد الخاص بفرق النادي في الأكاديمية استقبل الكابتن الخطيب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا في فرع الأكاديمية بالعالمين والدكتور مير عبدالفتاح نائب رئيس الأكاديمية للتطوير والدكتور علي فهمي عميد كلية الزكاة الاصطناعية استمع الكابتن الخطيب في الزيارة لشرح من الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن التصميم الخاص بمنشآت الأكاديمية والتوسعات الجديدة والمرافق الرياضية الواسعة في الأكاديمية البحرية كيف يقولك التحرك في قول الاتجاه وكمان التحرك في البتاع الأكاديمية دي سيدي مزيد من الفرص لأعضاء النادي ثم قطاع من محبيه أن يبقى فيه فرص لأن الأكاديمية من الأماكن اللي ما حدش ياخد باله أنها على أعلى مستوى تعليمي وأنها تقدم الكثير من المنح صحية وأكاديمية البحرية وأضيف إليها الرياضية لأنها من أكتر الأماكن اللي بتدي منح الرياضية يعني الرياضيين يستطيعوا أن يحصلوا على ميزات فكل ده يعني تحرك في صالح يبدو أنه الفرق الرياضية ولكنه أيضا في صالح الأعضاء ثم المحبيين